من جانب آخر أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكز لأمن واستقرار المنطقة مؤكدا في كلمة له خلال اتصال هاتفي أجره صالح مع نظره الصيني شي جينبينغ تناول الاتصال دور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط كما شهد الاتصال تثمين دور الصين في مساعدة العراق لمواجهة وباء فارس كورونا وإرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية